اكد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر ان الامن والاستقرار العربي مرتبط بقوة مواقف دوله وحسن تقديرها وتشخيصها للخطر الذي يحدق بها وما يتطلبه من تعاون وتنسيق استثنائي على كافة الصعود فلا امن دون وقفة عربية موحدة ولا استقرار مع تفرقة او تعامل احدي مع التحديات وقال سموه ان النوايا الخبيثة تجاه دول المنطقة انكشفت وبات واضحا حجم المؤامرات الجسيمة التي تتعرض لها وان التعاون والتنسيق العربي بات ضرورة واولوية والمواقف التي تجمع الشملة ولا تشتته هي التي نحتاجها في هذه المرحلة الخطرة من تاريخ امتنا جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعدد من افراد العائلة الملكة الكريمة وعدد من المسؤولين بالمملكة وخلال اللقاء استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور استعرض جملة من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الوطني حيث اكد سموه بان الحكومة محظوظة بهذا الشعب الذي هو ثروتها الحقيقية وزادها نحو المستقبل المزهر في ظل العهد الزاهري والميمون لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة مؤكدا سموه بان الحكومة حريصة على تقديم كل ما يحقق تطلعات المواطنين ورغباتهم وتسهر على راحة ورعاية مواطنيها وستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور عددا من القضايا والاحداث التي يشهدها العالم وما تفرضه من تحديات جسيمة على المستويين المحلي والاقليمي وما يتطلبه ذلك من خطوات أكثر تسارعا على صعيد التنسيق والتعاون للتخفيف من حدة وطأة هذه الأخطار اشتركوا في القناة